السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء. طلاب الشهادة الاعدادية. اسعد الله وقتكم بكل الخير. بنحل امتحان محافظة الجيزة للعام الحالي عشرين اربعة وعشرين. السؤال الاول في الامتحان التعبير. في التعبير الوظيفة لاجباري. لافتة. اي لافتة في المستطيل بتاعها. توضع في مدخل محافظة الجيزة للترحيب. اي لافتة الترحيب. اهلا ومرحبا بكم. خلص خط الدرجة كاملة. وفي موضوع التعبير اختر الموضوع اللي تقدر تكتفيه اكتر. موضوع بيتكلم عن مصر. هتتكلم عن الوطن. وموضوع بيتكلم عن التعليم. ونكتب موضوع التعبير بالطريقة اللي تعودنا عليها. السؤال اللي بعد كده بقى من الكراءة من درس سميرة موسى. وكانت تأمل ان تسخر علومها في الظرة لخير البشرية وليس لهدمها. فدعت الى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم تحت شعار الظرة من عجل السلام. حيث شارك فيه كبار العلماء من شتى بقاع الارض. تخيل الاجابة الصحيحة. المراد بعقد. عقد مؤتمر. يعني اقامة مؤتمر. وثيقة صحيفة رابطة لا. الفقرة السابقة تدور حول اثر ابحاث سميرة موسى. لا مفيش تكريم. مفيش تكريم. التمايز منذ الصغر. لا ده بتكلم عن الكبر. يبقى الاقرب هنا انجازات سميرة موسى. انها سخرت العلوم علومها في الظرة لخير البشرية. وانجازتها دعت الى عقد مؤتمر بكلية العلوم تحت شعار الظرة من اجل السلام. با كانت الدكتورة سميرة موسى نموذجا يحتذا به. اذكر مثلا يؤيد ذلك. مثلا يحتذا به مثلا في الاستخدام السلم للذرة في علاج مرض السرطان. او تعريف الشعب الامريكي بقضية بلادها. السؤال اللي بعد كده من قصة محجرية. صحة وخطأ. تضامن الصالح اسماعيل مع نجم الدين لتخلص مصر من العادل? لا طبعا عبارة خاطئة. تمكن داود من خدع نجم الدين ووضعه في السجن? ايوة طبعا بخدعة الاشباح. كان ابو بكر القماش مثالا للمواطن المصري المحب لوطنه. دلل على ذلك الدليل انه ساعد نجم الدين في الوصول لحكم مصر ومعه جماعة الاصلاح والوحدة وخلع العادل والقبض عليه. القراءة متحررة المحتوى. ان الداء الاكبر الذي استشرى في زماننا وادى الى ظهور كل هذه التناقضات هو غياب سنة الحوار التي تعد اولى الابلويات واهم المهمات. فقواعد الحوار وضوابطه هي العاصم للمتحورين من الغلو ان كان الحق هو الرائد والمطلوب. اما اذا كان الخلاف انتصارا للاهواء وتعصبا اعمى فهذا امر لا ينفع معه قواعد ولا ضوابط. لان الهوى ليس له ضوابط ولا موازين. مراضف الداء. الداء وما بكداء اللي هو المرض. جامع سنة السنن سنان سنوات سنان لا. بما تنصح من يجعل الخلاف انتصارا لاهوائه وتعصبا لرأيه. انصحه بالالتزام بقواعد الحوار وضوابطه لانها هي العاصم للمتحورين من الغلو وانصحه بان من يجعل الخلاف انتصارا لاهوائه يعد هذا تعصبا اعمى واي اجابة قريبة من كده تاخد الدرجة كاملة. السؤال اللي بعد كده بقى للنصوص السؤال الاول الاجباري من نص عباد الرحمن قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامة والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة. هونا يعني سكينة ووقار وتواضع. يبقى ان اختار وقارا وسكينة. ان عذابها كان غرامة. كان لازما ملازما لصاحبي. يبقى عكسها مفارقا. ماذا يطلب عباد الرحمن من ربهم في الاية الكريمة? يقولون ربنا ايه? اصرف عنا عذاب جهنم. يبقى ان يبعد عنهم عذاب جهنم. ما علاقة قوله تعالى? ان عذابها ابعد عنا عذاب جهنم. ليه? لانا. ايوه يبقى تعليل. لان عذابها كان غرامة. ولانها اسوأ مكان للاستقرار والاقامة. تبقى تعليل. اكتب مما حفظت من الايات ما يدل على شروط التوبة. اية التوبة حفظين طبعا. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحة. فاولئك يبدل الله سيئات يم حسنات. وكان الله غفورا رحيما. السؤال اللي بعد كده من نص كن جميلا. ايوهذا الشاكي وما بك داءه? كيف تخدو اذا غضو تعليل? ان شر الجناتي في الارض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. وترى الشوكة في الورود وتعمى ان ترى فوقها النداء كليلة. تتوقى. مراضف تتوقى. تخاف وتخشى. عندنا تخشى. وعكساتها امن وتطمئن. جمع نفس نفوس وانفس. عندنا نفوس. ماذا انكر الشاعر على الشاكي في البيت الاول? يستنكر عليه الشكوى بدون سبب. وما به داء? وضح الجمال. وتعمى ان ترى فوقها النداء كليل. يبقى يشبه النداء بالتاج. واسلوب مؤكد بتقديم شبه الجملة على المفعول به. وعندنا تعمى وترى تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. ما النصيحة التي تقدمها لشخص متشائم. انصحه بالتفاول والاستمتاع بجمال الحياة. من موضوع الكتاب. تجد الكتب على النقد كما تجد الاخوان صدقا وكذابة. فتخيرها كما تختاره والداخر في الصحبة والكتب اللبابة. صالح الاخواني يبغيك الطوقة. ورشيد الكتب يبغيك الصوابة. اللبابة هي خلاصة الشيء. يكون الاختيار بناء على الجوهر والمضمون. الخلاصة. مضاد الداخر. الداخر يعني جمع احفظ وفر عكسها يضيع ويسرف ويبدد. يبقى هنا عكسها اسرف. ما العلاقة بين الاصدقاء والكتب? العلاقة بينهما ان الاصدقاء مثل الكتب منها الصادق ومنها الكاذب. ويجب علينا ان نحصن اختيار الكتب كما نحصن اختيار الاصدقاء. ويكون الاختيار بناء على الجوهر والمضمون. وليس الشكل والثمن. جيم. وضح الجمال. رشيد الكتب يبغيك الصواب. ده هنا تعبير جميل بيشبه الكتاب الصالح بالصديق الصالح. الذي يرشد صاحبه الى الصواب والى الخير. ده ما النصيحة التي تقدمها لشخص يهمل القراءة? انصحه بالاهتمام بالقراءة. لان القراءة غزاء العقل والروح. ولان القراءة تزود الانسان بالمعلومات ومكارم الاخلاق. السؤال اللي بعد كده النحو نقرأ القطع كويس جدا. يا ابناء الجيزة. ابناء دي منادم مضاف. ابناء الجيزة. حافظوا عليها. وافخروا بانتمائكم اليها. واعرفوا قدرها. واطلبوا العلم. كل دي جمل فعلية. حافظوا فعلوا فاعل. افخروا فعلوا فاعل. اعرفوا فعلوا فاعل. قدرها مفعول به. اطلبوا فعلوا فاعل. العلم مفعول به. يبقى هنا العلم مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. فانه طريق انه. ولها اسمها طريق خبر انه. تنمية مضاف اليه. وسبيل النهضة العلمية. وبذلو كل الجهد. برضو بذلو فعل وفاعل. كل مفعول به. اللي بعد كل مضاف اليه. يبقى الجهدي دي مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسرة لم التعليل ليعلو فعلا مضارع منصوب ليعلو شأنها وتساهم في نهضة مصر الحديثة مصر ممنوع من الصرف علم ومؤنث فنعمل عمل اه نعمل فاعل العمل الفاعل طلب المخصوص العلم مضاف اليه طلب العلم والمساهمة في نهضة الوطن اعربنا الاستخراج منادة معرب احنا عندنا ابناء الجيزة يبقى ابناء دي منادة معرب لانه منادة مضاف مخصوص بالمتح قلنا نعمل عمل طالب يبقى المخصوص كلمة طالب طالبه ابتدى ماخر جيم تخير الاجابة الصحيحة الكلمة المصروفة في الكلمات الاتية سليمان لا ممنوع من الصرف وعثمان ممنوع من الصرف علم ينتيبه الفنون زمقان صفة على وزن فعلان ممنوع من الصرف يبقى هنا كلمة نجمان اتنين ايها الطالب اجتهد اللي بعد ايها او اياتها لو مش طاقة على طول نعت نعت مرفوع مرفوعة نعت مرفوع وعلامة رفع الضم ده الاكمل الجملتين بما هو مطلوب بهراني الطلاب بدل اجتمال حاجة معنوية زكاؤهم بس هنا لازم تركز في رسم الهمزة الطلاب زكاؤهم ممكن تهرب من رسم الهمزة وتقول بهراني الطلاب مسلا علمهم او اخلاصهم اتنين يا نقاط للعلم منادة شبيه بالمضاف اقول مسلا اجتهده خلي بالك اجتهده يبقى نقول يا طالبين شبيه بالمضاف بيكون معرب بيكون منصوب ولازم مثنى لو قلت يا طالبا للعلم خطأ لان هنا اجتهده الف الاسنين دي مسنى يبقى لازم اقول يا طالبين للعلم اجتهده صح او خطأ لا حب ذا الكذب في القولة حب الفاعل واذا الفاعل الكذب المخصوص يبقى المخصوص بالذنب جائز لا ما حب ذا ولا حب ذا واجب التأخير اني محدثكم عن مبادئ الخير مبادئ صغة منتقى الجموع يجرب الفتحة بشرط هي هنا بيقول لنا مجرور وعلامة جر الكسرة هو يجرب الفتحة بشرط ألا يعرف بأل ولا يعرف بالاضافة مبادئ الخير بعدها مضاف اليه يبقى بالكسرة عادي يبقى دي عبارة صحيحة والسؤال اللي بعد كده الخط والاملاء بتمنى لكم التوفيق لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير اترككم في رعاية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته